تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سمير الإسكندراني الذي ولد في الثامن من فبراير عام 1938 ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020 عن عمر نهز 82 عاما قدم سمير الإسكندراني عبر مشواره الفنية عشرات الأغاني المميزة مثل مين اللي قال وطلع من بيت أبوها جمع بين موهبتي الطرب والرسم ولد سمير الإسكندراني في حي الغورية بالقاهرة في عام 1938 لوالد كان يعمل تاجرا للأثاث وكان محبا للفن وصديقا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل زكريا أحمد وبيرام التونسي وأحمد رامي التحق سمير الإسكندراني بكلية الفنون الجميلة ودرس اللغة الإيطالية ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعث دراسية في إيطاليا وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية في عام 1958 وهو في عقده الثاني حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى غنى الفنان سمير الإسكندراني في مشواره عددا من الأغاني الوطنية منها يا رب بلدي وحبيبي وابن مصر وفي حب مصر ويانيل وابريت الغالية بلدي وكذلك عدد أغاني عاطفية وخفيفة مثل أولو لحبيبي وطلع من بيت أبوها بالإضافة لعدد أغاني بلغات أجنبية دراميا وسينمائيا شارك سمير الإسكندراني في مسلسل ملحمة الحب والرحيل في عام 1986 ومسلسل الطحونة الجزء الأول في عام 1984 وفيلم دقات على بابي في عام 1989 ومسلسل الوليمة في عام 1979 وبعد مسيرة حافلة رحل سمير الإسكندراني عن الحياة في الثالث عشر من أغسطس من عام 2020 عن عمر الناهزة 82 عاما بعد صراع مع المرض ليترك إرثا فنيا فريدا وتاريخا حافلا بالعمل الوطني ترجمة نانسي قنقر